بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله من أمراض العصر مرض الاكتئاب وإن الإسلام له موقفه أمام هذا المرض وله علاجه الناجع في مثل هذه الحالات إن علاج الاكتئاب في الإسلام يتمثل في أولا أن يعيش الإنسان برضى وقناعة إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتين خلق الناس وأرزاقهم متفاوتة وربنا سبحانه وتعالى يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون وإن الإنسان إذا عاش بهذا الرضا ورضي عن عطاء مولانا سبحانه وتعالى له لا شك سيعيش سعيدا لا شك سيخرج من هذه الحالة موفقا مسددا منشرحا صدره بإذن الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه عاش قانعا راضيا ثم مع الرضا ينبغي على المسلم أن لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وأن يعيش بأمل وأن يعيش وأمامه أهدافه وآماله قال الله سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى فقال من سورة الشرح وسبحان الله هذه السورة تسمى سورة الشرح شرح الصدر وانبساطه والأمل والسعادة يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى أيضا من علاج الاكتئاب في الإسلام الصلاة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ونبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا يعلمنا كيف نصلي يعلمنا كيف نقف بين يدي مولانا سبحانه يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها ونحن نتساءل يا رسول الله أفي الصلاة راحة أفي الصلاة طمأنينة أفي الصلاة سكينة نعم إنها صلاة يؤديها العبد وهو واقف بين يدي مولاه سبحانه وتعالى في هذا المعراج الروحي لا شك يستشعر الراحة يستشعر الأمن والأمان والسكينة يخرج من هذه الحالة وهو سعيد موفق إن شاء الله سبحانه وتعالى أيضا من علاج الاكتئاب في الإسلام أن يعيش الإنسان وهو معوان للفقراء والمساكين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة من قرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من قرب يوم القيامة أيضا من علاج الاكتئاب في الإسلام أن يعيش الإنسان بيقين وأن يعيش راضيا وأن لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وليعلم أن الذي قدر كل هذه الأمور هو الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بكل خير قال الله سبحانه وتعالى فعسى أم تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال الله سبحانه وعسى أم تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أم تحب شيئا وهو شر لكم ويقول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الطلاق وهي قضية اجتماعية قال الله سبحانه وتعالى في أول آية يختم الآية قائلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيا أيها المسلم الكريم إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نخرج من هذه الحالة بذكرنا مولانا سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا بدعاء المكروب لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وقد علمنا مولانا سبحانه وتعالى أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كمت من الظالمين وربنا سبحانه وتعالى يحدث ويخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة الحجر قائلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا علاج الاكتئاب في الإسلام أسأل الله تعالى أن يجعلنا على الدوام من السعداء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله